ناباتها مثل أبها حلا تسير وتعلو بجو السماء تبث ضياها علينا ضحى تغذى النابات على ضوئها وينعم بالدفء كل الورى فمن ذا براها وأعلى سماها وبث ضياها بوقت الضحى هو الخالق القادر الوحد فمن ذا له في الضحى ساجد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه وبه نستعين والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بأحسان إلى يوم الدين مشاهديننا فاضل سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته نسعد أن نلقاكم في هذه الصبيحة المباركة على قناتكم المباركة قناة القرآن الكريم فأهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهدين الأوفياء إذن ساعتين من الزمن من اللحظة إلى غاية منتصف النهار نقترح من خلالها عديد الفقرات والأركان وكلنا أمل أن تقضوا رفقتنا ورفقة كل أستاذتنا الأفاضل ورفقة الفريق العامل معي لنهار اليوم أوقات مفيدة وطيبة بحول الله إذن عدنا عاد الضحى بعد شهر كريم شهر رمضان المبارك عدنا والعود أحمد وخير ما نفتتح به برنامجنا لنهار اليوم آية بينات من الذكر الحقيق لنستمع وننصد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجاما وادعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من لولا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضولا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أبصارنا إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع بها آخرين فاللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا ورحمة مشاهدين الأفاضل نتابع معكم دعاء الصباح ولنعبد بعده بحول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أمين يا رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته إذن مشاهدين لا فاضل أهلا ومرحبا بكم جميعا ونحب بكل من التحق بنا اللحظة عبر برنامج الظحى في رحاب برنامجكم الظحى عبر قناة القرآن الكريم نقترح عليكم عديد الأرقام والأركان والفقرات ونضع أسفل الشاشة من حين إلى أخر أرقام تظهر لطرح استفساراتكم تساؤلاتكم وإنشغالاتكم والآن نترككم مع أرقام تهمكم وننعود بعدها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلا ومرحبا بكم إذن مشاهدين الأفاضل وأهلا بكل أوفيئنا وأحبتنا عبر شاشة قناة القرآن الكريم أهلا ومرحبا بكم جميعا إذن نقترح عليكم اليوم عديد الفقرات والأركان رفقة ضيوف وأساتذة كرام ينورنا بلاتو الضحى بتقديمهم لكثير من النصائح والمواعد والشروحات عبر مواضيع متعددة وأهم المحطات التي سنقف عندها بحول الله البداية ستكون مع الأستاذ عيسى بخدوني وركن شفاء الروح للحديث عن خير الأعمال أو خير الأعمال أدوامها للحديث أيضا عن ما بعد رمضان وكيف يثبت الإنسان أو المؤمن على الطاعات بعد هذا الشهر الفضيل لليه ركن العيادة النفسية ودكتورة سومية تيتراوي موضوع النقاش لنهار اليوم نفسية المسلم بعد رمضان ركن لأمنكم حاضر دائما معكم وهذه المرة الحديث عن المستهلك والمعاملات الإلكترونية مع الأستاذ سامير لقصوري عظم بالمنظمة الجزائرية الحماية المستهلك وإرشاده وأيضا زميلة سيهام أديب حاضر معنا وركن أنباء الضحى لتقديم جملة من الأخبار الأسبوعية التي تهمكم إذن مشاهدين الأفاضل كل هذا وأكثر بالإضافة إلى ريبروتاجات وفقرات من أعداد طقم أصحفي لقناة القرآن الجميع فابقوا معنا ولا تغيروا القناة نتمنى لكم مشاهدة طيبة للجميع إذن مشاهدين الأفاضل نلتقي بعد فاصل قصير لنبدأ معكم على بركة الله أركان الضحى تلألأت الشمس في حسنها أشعتها مثل أبها حلا تسير وتعلو بجو السماء تبث ضياها علينا ضحى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأفاضل باسمكم جميعا ورحبوا بالأستاذ عيسى بخدوني واركن شفاء الروح السلام عليكم أستاذنا الأفاضل أهلا ومرحبا بك صباحك طيب سعيد مبارك سلام عليكم أستاذا وكل سد المشاهدين ومشاهدات تقبل الله منهم صالح الأعمال وكل عام وكل الشاب الجزائري بخير وطمأنينتين وراحت بال إن شاء الله نتمنى الخير والصحة والعافية والسلامة وتقبل الأعمال والطاعات لكل المشاهدين الأفاضل بمناسبة شهر رمضان الذي انقضى عنا وبمناسبة أيضا عيد الفطر المبارك فكل عام وكل الجزائريين بألف خير إذن أستاذنا الفاضل موضوعنا لنهار اليوم ما بعد رمضان كيف يثبت المؤمن على الطحات بعد هذا الشهر الفاضل خير الأحمالي أدو مح أستاذنا الفاضل انقضى شهر كامل شهر رمضان المبارك وولى عنا شهر التلاوات والتسبيح تهجد والتراويح وشهر العبادات والإيمان كانت فيه المنافسة وكانت فيه المتجر والربح أو المتجر الصحيح والربح الصادق والسعيد من كان قد استودع هذا أو استودع الأعمال الصالحة والشقي من ضيعه إذن أستاذنا الفاضل ما بعد رمضان كيف نثبت على الطاعات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام نعم أستاذ كنا نلتمس بداية رمضان ونقول أهلا رمضان ثم صرنا نودع رمضان ونقول وداعا رمضان وهو يحكي حياتنا وعمرنا وصورة عن حياتنا وأعمارنا هكذا الدنيا لكل بداية النهاية لكن ليس نهاية رمضان نهاية الأعمال بل هي منصة انطلاق لعام كامل ورحلة طويلة إلى الله تبارك وتعالى فالمسلم لا يفطر عن طاعة ربه ولا ينقضي تنقضي عبادته بانقضاء رمضان فإن كان رمضان انقضى فإن الله حي لا يموت وأن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده طيلة الحياة فما دام الإنسان على قيد الحياة فعليه أن يبادر ويواصل ويبقى على الدرب والعهد الذي عاهد الله تبارك وتعالى به وما زالت فرص قائدة نعم ما زالت فرص كثيرة فإذا انقضت رمضان قيام صلاة التراويح فإن قيام الليل على سائر السنة فعلا وإذا كانت الصدقة في رمضان يجدها الإنسان شراحا في نفسه وبذلا في يده وانطلاقة في يده وبذل وإحسان فإن الزكاة والصدقة موجودة كل يوم طيلة العرب فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن ملكا دائما يدعو اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا فعبادات كثيرة مستمرة لهذا الله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الإنسان يبقى في عبادة ربه حتى يأتيه الموت كذلك لا نكون كالذي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة هذه الآية العظيمة ضرب الله تعالى بها مثلا للذين يجتهدون ويثابرون ثم ينقطعون وينتكسون ويرجعون إلى القهقرة شبه هؤلاء بعجوز خرقاء في زمن قريش كانت تغزل طيلة يومها وتتعب نفسها في الغزل والنسيج ثم لما يأتي الليل تنقض هذا الغزل فتذهب ذلك الجهود كلها هباء منصور الله تعالى قال ولا تكون كالذي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة فنكثت إيمانها ونكثت غزلها فلينبغي الإنسان أن يحافظ على حسناته وعلى أعماله الصالحة صحيح أن الإنسان يجد فتورا بعد رمضان شعر ببعض التحاب فتور كسل نفسية اكتئاب نعم صحيح وهذه فطرة في الإنسان دائما بعد الجدي والاجتهاد يجد الإنسان إرهاق ويجد تعبا وفتورا هو لا يمكن أيضا أصدنا الفاضل تأثير ربما وسوس الشيطان نعم أكيد لأن العبادات في رمضان لا يمكن أن تكون في غيرها لأن شهر رمضان قد هي الله تعالى كل سبب التوفيق فهو الذي أحسن إدارة رمضان ساعدا بتلك الإدارة طلة حياته ومن لم يحسن إدارة رمضان سيصيبه بعض الفطور وبعض الكسل وبعض الاكتئاب وكذا أقول سادة المشاهدين ومشاهدات هذا عادي يريده أي إنسان فلا ينبغي أن ينقطع نهائيا بل عليه أن يحافظ على القليل الذي كان فيه سيدنا الفاضل كثير مننا يقول عندما يجد الفطور والتعب يشعر بتعب بعد رمضان يقولك ربما هذا دليل على عدم القبول لله لأعمالنا وطعاتنا في هذا الشهر الكريم فيصيبه بهذا النوع من الحزن والقلق هو كثير من أساس يتسأل هل الابتعاد عن الطاعات واقتراف المعاصي بعد رمضان دليل على عدم القبول لا المعاصي موجودة حتى في رمضان المعاصي الإنسان يقع فيها وهذه فطرة فالإنسان دائما تواب يرجع إلى ربه لكن لا ينبغي أن ينقطع نهائيا علامة عدم القبول إنقطاع نهائيا عن العبادة عن قراءة القرآن عن محافظة على الصلاة ينقطع عن الصلاة مباشرة وينقطع عن قراءة القرآن عن قيام الليل ينقطع عن قراءة القرآن هذا من علامة عدم التوفيق أما الاستمرار في العبادة مع قلتها مع التقصير هذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أدومها وإنقل يعني ليس الخير في كثرة العبادة ثم انغطاء لكن الخير في المداومة على العبادة ولو مع القلة ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمله ديمة أي استمرار في العبادة ولو مع القلة لأن البركة دائما في القلة وليس في الكثرة لهذا الله تعالى لما يصف عباده هو يقول وقليل من عبادي الشكر يعني ليس كل الناس يشكرون الله عز وجل لذلك لا ينبغي الإنسان أن يفتر ويرجع القهقرة بسبب الفطور الذي يجده بعد رمضان لأن وساوس الشيطان والشيطان يعود إلى عمله والنفس الأمارة بالسوء ولأن الإنسان لا يجد ذلك الاجتماع الذي كان يجده في رمضان وذلك الإقبال الجميع على الطاعة وعلى الإحسان وعلى البذل والتزام في الصلاة وكذا كل هذا هذه الظروف لا تساعد نعم على الاستمرار كما كان في شر الفضيل نعم فينقص تنقص همته وينقص يعني اجتهاده بسبب أنه الذين كان يذهب معهم إلى المساجد أصبحوا لا يأتون المساجد ويشعر بانقطاع نوعا ما لكن لا يجعل هذا الانقطاع الانقطاع النهائيا بل عليه أن يستمر دائما ويجعل دائما نصب عينيه حسن الخاتمة لأن العبرة بالخواتيم صحيح فلا يقض العبادة التي تخرجك من النار وتدخلك الجنة لم تكن في رمضان ربما هي آتية في بعد رمضان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحسنا على النوافل لماذا؟ لأنها تجبر النقائص فلهذا شرع للصائم بعد صيام رمضان أن يصوم الست من شوال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما في عند مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر أي كمن صام السنة وهنا أنبه يعني إلى مسألة وهو الإنسان لما ينقض رمضان عليه أن يأتي بديونه يقضي دين رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان تاما ثم أتبعه ستا من شوال أول شيء يشرع فيه المسلم خاصة المرأة أن تقضي الصيام وكذلك يقضي الإنسان الذي أفطره في رمضان يبدأ في دين الله تعالى هو الصيام نعم على ذكرك على ذكرك الدين كثير من نساء يعني استمعنا إلى فتوى تقول بإمكاننا أن نصوم ست من شوال وبنية أيضا قضاء الدين ست من شوال تكون قضاء الدين وفي نفس الوقت يعني هو الأفضل والأكمل أن الإنسان يبدأ بشهر رمضان يصوم الأيام التي فطرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف رتب الحديث قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال إذن يكمل صيام رمضان نعم يكمل ديونه من رمضان ثم يبدأ يشرع في صيام ستا من شوال وليه يشترط صيام مباشرة ستة أيام بعد رمضان مباشرة يستطيع الاثنين والخميس يستطيع يفرقها يجمعها يجعلها في آخر الشهر يعني لها فسحة في ذلك مهم في شوال لكن يبدأ دائما بالفروض أولا ثم يبدأ بالنوافل وسبحان الله جعل الله تعالى هذا الصيام يجبر النقائص كالسجدتين التي يقضيها الإنسان بعد الصلاة للنقص الذي أو السهو الذي وجده في صلاته فهذه الصيام ستة من شوال وزكاة الفطر تجبر النقص الذي حصل في رمضان فالأعمال ربما المسلم في عبادته لا يتم عبادته كما جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان قد يصلي الصلاة لا تقبل منه إلا سلثها ربعها نصفها فمما يجبر هذه العبادة ويتمها هي صيام النوافل فإذا انتهى رمضان لا يعني انتهى الصيام هناك يوم عاشورة يوم عرفة صيام أيام البيض صيام يوم الاثنين والخميس من نعم الله علينا أستاذنا الفاضل أنه أنعم علينا بفرص ومواسم مباركة يختنمها الإنسان للتقرب من الله واكتساب الأجر والثور صحيح أستاذ يعني يبقى الإنسان مداوم على العبادة عبادة الصيام يحاول صيام الاثنين والخميس أو يحاول صيام يوم عرفة لا يفوت هذه الفرص وهذه النفحات كذلك الذي يبدل الصدقات نقول له الصدقة موجودة على سائر السنة كذلك الذي كان يتحر ليلة القدر لماذا؟ لأن الله تعالى ينزل فيها إلى السماء الدنيا كما يليق لجلل وجهه عظيم سلطانه مع جبريل عليه السلام وتتنزل الملائكة والروح فيها فليعلم أن الله تعالى ينزل كل ليلة عند ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأجيبه هل من داعي فاستجيب دعاءه فالله تعالى يستجيب دعاءه خاصة في هذه الفترة التي هي وقت تنزل الإلهي تبارك وتعالى فيستجيب لدعائه فأقول يعني إذن الذي كان يتحر ليلة القدر فالله تعالى موجود في سائر الليالي وفي سائر الأيام فلهذا لا يعني انقطاع العبادة الصيام انقطاع رمضان انقطاع الصيام انقطاع التراويح انقطاع قيام الليل يجب أن نكون ربانيين نعم وليس رمضانيين على الأقل أقول الذي يجد فتورا ويجد تكاسلا على الأقل ركعتين من الليل تكفيك ومن صام يوما في سبيله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفة فهذه العبادات وهذا الأجر العظيم موجود على سائر السنة فينقى المسلم دائما مستمرا لهذا الله تعالى قال لا تكونوا كالذي نقضت غسله نقضته نهائيا تماما بل ينبغي أن يواصل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أدومها وإنقل المداومة على العبادة هي المطلوب لماذا؟ لأن الإنسان يختم على العمل الذي كان عليه أستاذ من فوضل حتى بالنسبة لقراءة القرآن في رمضان تجد الكثير من الناس يتهافتون ويتنفسون على ذكر كتاب الله الحكيم منهم من يختم ختمة الكل يتنفس على كم عدد الختمات التي يختمها في هذا الشهر الفضيل وهذا جميل تماما وكلها ثواب واجر عند الله لكن بمجرد أن ينقضي الشهر الفضيل ينقض احتماما عن قراءة القرآن وحتى عن لمس المصحب ولو بآية في أي يوم هذا من هجر القرآن هجر القرآن وهذا صدر وهذا يرجع كما قلت يعني إلى عدم حسن إدارة رمضان الذي أحسن إدارة رمضان سيستمر على التخطيط الذي خططه الكثير من الناس يظن أن رمضان انتهاء العبادة بل رمضان هو محطة ليلة انطلاق فعلا وليس محطة للنهاية لتجديد التوبة والعهد مع الله نعم وهذه الله تعالى جعلها كما قلت يا أستاذة محطة للتجديد ولضخ دماء جديدة وكذلك لاستعداد من جديد لانطلاق إلى الطريق الطويل هذا الذي نسير فيه إلى الله تبارك وتعالى أستاذ والانطلاق لا تكون فقط في العبادات حتى في حياتنا رمضان هو فرصة للانطلاق من جديد في كل حياتنا في كل الميدين الحياتية التي نعيشها نعم أشبه كمثل الذي في سفر فمشى مدة طويلة فوجد محطة يتزود من البنزين يتفحص صيارته الخلل العطب يصلحه حتى يستمر فكذلك رمضان محطة لتصحيح النية وتصحيح الأخطاء واستعداد من جديد وضخ دماء جديدة وانطلاق بعزم وقوة لمواصلة المسير إلى الله تبارك وتعالى فعندما يصل عندها يكون الفرح لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه نحن الحمد لله فرحنا عند الإفطار بقي أن نفرح عند دخولنا الجناس الله تعالى لا يحرم أساد المشاهدين المشاهدة من هذا النعيم لهذا ينبغي الإنسان دائما يجعل هدفه الأسماء هو إرضاء الله تبارك وتعالى والفوز بلقائه والفوز بجناته هذا غاية الغايات التي يجعلها الإنسان في حياته وكيف هذا بالتقرب بما أمرنا وفعل ما أمرنا به والابتعاد عن من وأحب شيء يحبه الله تبارك وتعالى أن يأتي ما افترضه الله عليه قال الله تعالى في الحديث نبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال لله ما افترضه الله تعالى على عباده وقال وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بالنوافل هنا أدعو أساد المشاهدين تماعون في هذه العبارة يتقرب أنت الذي تدنو إلى الله دائما تتقرب كلما تضع خطوة إلى الله كلما أنت تقترب أكثر من الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بماذا يتقرب الإنسان إلى ربه بالإكثار من النوافل والنوافل لا يقصد فيها الصلاة فقط الابتسامة في وجه أخيك تعتبر نافلة عمالة حسنة الصيام الصدقة أعمال البر كلمة طيبة كل هذه النوافل تجعل الله تعالى يحبك فإذا أحبك الله تعالى كنت وليا لله تبارك وتعالى وكنت ربانيا كما قال العلماء فتصير لا ترى إلا ما يحبه الله ولا تسمع إلا ما يحبه الله فيعيش الإنسان لله وهذا الذي كان يدندن حوله العلماء أن نعيش لله وفي الله ومن أجل الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين الحياة لله تبارك وتعالى أن تجعل كل تصرفاتك لله حتى أكلك لما تريد أن تأكل تجعل هذا الأكل لله حتى التقوى العبادة فيجعل إنسان حياته كلها لله فإذا أعطى الإنسان نفسه إلى الله تبارك وتعالى فالله تعالى سيجعله ربانيا ويجعله وليا من أولياء الصالحين فلهذا ينبغي للمسلمي أن يبقى دائما على النوافل ليجبر النقائص ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يكتب إلى الأمصار أختموا رمضان بالاستغفار ولهذا نجد في كل العبادات يأمرنا الله تعالى بعد كل عبادة أن نكثر من الاستغفار لأننا لم نوفي الله تعالى حق عبادته سبحانه ما عبدناه حق عبادته لجبر التقصير كل العبادات التي فعلناها لرمضان لا تساوي شيئا من قيمة الجنة ألا إن سلعة الله غال ألا سلعة الله الجنة فهذه العبادات كلما أكثر الإنسان منها كان سببا من أسباب القبول وسابب من أسباب دخول الجنان فينبغي الإنسان أن لا يفطر لأن سكناه الحقيقية هي الجنة فينبغي أن يجتهد ويبذل كل ما يملكه من نفسه وماله وأهله لله تبارك وتعالى حتى ينال الجائزة الكبرى التي نناها قبل أيام وهي يوم العيد والجائزة الكبرى التي يصب كل مسلم إليها هي دخول الجنان عندها تنتهي الأعمال وينتهي التكليف وينتهي التعب والاجتهاب لما يفكر هكذا الإنسان وإلا أنا أدعو كذلك سيدا مشاهد المشاهدات لما يحس الإنسان بالفطور يعني عليه أن يقرأ أبواب الرجاء ويقرأ كذلك على أبواب الجنة فإنها تحفز أن الله تعالى ما أعده لك من القصور والنعيم الذي ستجده في الجنة يجعل الإنسان ينشط من جديد حتى حصتكم التي كانت تساب طيلة هذا الشهر الفضيل وكان الكل في متابعتها كانت محفزة لفعل الطاعات والتقرب من الله عز وجل لأنها كلها هي في وصف الجنان وفي وصف نعيم الجنة وجنة الخلد كيف لا وهي خير الجزاء والدار الدائم نعم هي الدار الباقي ودار المقام كما وصفها الله تعالى ودار الخلد يعني خاصة في باب أبواب الجنة أن الله تعالى يأتي بالموت على صورة كبش بين الجنة والنار وهذه أشرف اللحظات التي يعيشها الإنسان فيؤتى الموت على صورة كبش فيذبح فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت هذه أجمل كلمات ستسمعها أيها المسلم في الجنة ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود فلا موت النحي والبكاء وكذا أما أهل الجنان لم يسمعون هذه الكلمات لأنهم حتى إذا دخلوا الجنة يبقوا خائفين من الخروج منها فهذه الكلمات المطمئنة من الله تبارك وتعالى أهل الجنة يقول خلود فلا موت عندها يفرحون فرح قال ابن القيم لو كان الموت يتكرر لمات مرة أخرى من شدة الفرح فلهذا أقول خاصة إنما إنسان يصيبه الفطور يتذكر ما أعده الله تعالى من الجنة وما ينتظره من النعيم فينشط لهذه العبادة وأن قيام الليل رفعة عند الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن ترفعه درجات في الجنة فيتحفز الإنسان وكل هذا التعب والاجتهاد لقم به الإنسان لا يظهر أمام الجنة ونعيمها لهذا أقول دائما الإنسان لما يصاب بالفطور وكذا يقرأ هذه الأبواب وكتاب ابن القيم رحمه الله تعالى حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح هذا الذي كنا استقينا منه الحديث يعني سبحان الله وصف الجنة بكل أوصافها أحيانا إنسان يذهب باله وخاطره في الجنة ويمرح ويفرح بتلك الكلمات وتلك الأحاديث فينشط من جديد ويذهب عنه هذا التعب وأنه يجد هذا التعب الذي يقدمه لا يساوي شيئا أمام الله تبارك وتعالى والجنات هي جنات النعيم فلهذا الإنسان ينبغي عليه أن يبقى مستمرا مجتهدا في طاعة الله تبارك وتعالى ولا ينقضي بانقضاء رمضان ولا يكون رمضانيا بل يكون ربانيا بأن يستمر على العبادة وعليه أن يخطط لأن الآن يعيش الإنسان بعد رمضان بين عدو شرس وهو الشيطان الذي قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال فلا تجد أحدهم يشكر الله تبارك وتعالى كما في الآية كما قال الله تبارك وتعالى هذا الشيطان الذي أقسم بعزة الله تبارك وتعالى ليغوين جميع البشر فلينبغي الإنسان يستعد لهذا العدو بماذا بأن يتقرب إلى الله ويكثر من الدعاء خاصة الدعاء مهم جدا بعد رمضان يسأل الله تعالى أن يثبته لأن القلب يتقلب القلب الذي كان في رمضان غير القلب الذي كان بعد رمضان ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك فالإنسان يكسر من الدعاء على أن يثبته الله تعالى لأن الإنسان يعيش في زمن المغريات والملهيات والصوارف التي تصرفه عن الله فهو بأمس الحاجة إلى الدعاء فيكسر من الدعاء على الثبات وكما قلت سالفا قليل العبادة يبارك الله تعالى فيها إذا كان الإنسان مخلص لله تبارك وتعالى إذا كنت تتصدق بأموال كثيرة في رمضان فلستقرورة ماء في اليوم يعني دائما ابقى على صلة مع الله عز وجل بأعمالك التي كنت تفعلها في رمضان ولو بالشيء نعم صلة الراحم صيرة المرضى بر الوالد يحتسب كل أعماله لله فكل عبادة تفعلها لله تعالى فليعلم أن الله لا يوضع أجر المحسنين الله تعالى سيثيبك على عبادتك في دنياك وفي آخرتك فلهذا على المسلم أن يبقى مصرا ومستمرا على عبادة الله تبارك وتعالى حتى ينال رضا الله تعالى وجناته جنات النعيم إذلك ينبغي المسلم كذلك أن يتعهد الله تعالى مع القرآن القرآن الذي هو حبل الله المتين وكلامه رب العالمين منهجنا في الحياة نعم فهو علاج القلوب وعلاج الأمر حظ نعم ألا بذكر الله تطمئن القلوب فليجعل له وردا من القرآن ربما ختم القرآن في رمضان ثم لا يمكن جميل أن يختمه في شوال نعم جميل وسائر السنة يجدد دائما ويتلو القرآن دائما لما يقرأ الإنسان القرآن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي فإن مكانك حيث آخر آية تقرأها ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى استدل أن الجنة بعدد آيات القرآن إن شاء الله يعني كلما قرأ القرآن كلما ارتفع ولهذا قالوا بعض العميات يحلق في السماء الجنة كلما قرأ آية ارتفع دارتها يرفع بأقواما نعم إذا قرأ الإنسان القرآن بهذه الكيفية وبهذه النية سيشعر بلذة ويشعر براحة وطمئنين لأنه يقرأ القرآن ليرتفع والقرآن يرفع الله تعالى كما قلت الآية في بداية الحصة يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين كم من إنسان تعهد القرآن فتح الله له فتوحات كثيرة في دنياه في أولاده في ماله ببركة القرآن فينبغي الإنسان أن لا ينقطع عن القرآن ولا يهجر القرآن سماعا تدبرا أحيانا لا تستطيع أن تقرأ القرآن وأنت في العمل اسمع احفظ اقرأ هكذا تنوع دائما المهم تبقى مع القرآن الكريم التزام نعم وكذلك عبادة الصلاة الكثير بعد رمضان ينقطع عن الصلاة ولا يحافظ عليها كما كان يحافظ عليها من قبل فعليه أن يجدد نيته في الصلاة ويحاول أن يكون من الأوائل الذين يصلون في الصفف الأولى كان ابن المبارك أو الشعبي رحمه الله تعالى قال ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ أربعين سنة أكذا كان سلفنا الصالح وكان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم وعلى ابن المي طالب رضي الله عنه ماذا كان يقول كنا لا نحمل هم العبادة بل نحمل هم القبول فكانوا يحملون هم القبول لهذا كانوا يسألون الله تعالى ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان لهذا أنا أدعو السادة المشاهد لا يغتر بعبادته فلا تمنون تستكثر لا يمنى الإنسان بعبادته على الله يقول أنا والله غير صليت التراويح كامل وصدقت ودرت يعني لما تقارن نفسك بالسلف بالسلف الصالح وأيضا ربما أستاذنا لو نقارن نفسنا بأشخاص آخرين كانت يعني عبدتهم قليلة لكن كانت نيتهم كبيرة وعزمتهم أكبر ونيتهم في الله يعني أعظم ربما القبول يكون أشخاص التي كانت أعمالهم نية خالصة لوجه الله وقليلة على عكس الأشخاص يكونوا يكثرون في الأعمال والطاعات لكن بدون نية ولا عزيمة نعم هي أستاذة قد تأتيك نفحات وخطارات يفعلها الإنسان في لحظات صدق مع الله تدخل الإنسان الجنة أذكر مثلا قصة البغية التي سقط كلبا عمل بسيط مقابل سيئات أدخلها الله تعالى الجنة رجل نزع غصن شوك من طريق شكر الله له فعله وأدخله الجنة إماطة الآذى عن الطريق صدق يعني الإنسان لما يفعل عبادة ولتكون عبادة صغيرة لا يشعر بها يرفعه الله تعالى بها في الجنة فالإنسان لا يدري لهذا قيل لابن المبارك إلى متى تكتب الحديث قال ربما الحديث الذي أدخل به الجنة لا أكتبه بعد فلهذا الإنسان ربما العمل التي عملتها في رمضان العمل الذي يدخلك الجنة قد يأتي بعد رمضان ستفعله فلهذا ينبغي عند فعل أي طاعة أو عبادة يستشعر الإنسان عظمة الله تعالى ونحتسبها لوجهه نعم ويحتسبها لله عز وجل لا يريد من الناس دجاء ولا الشكور يفعلها خالصة في لحظة صدق مع الله عز وجل قد تلك الكلمة التي تفوهت بها الله تعالى كتبها عنده في علين وتبادر الملائكة إلى كتابتها فالأعهال لا يدري الإنسان ربما عمل بسيط ربما أكثر من قيام الليل وكذا لكن في لحظة من لحظات استشعر عظمة الله تعالى وخشع قلبه فكانت سببا لدخولي للجنة فاللهم أعنا على طاعتك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يمقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك شكرا بارك له فيك أستاذنا الفاضل على كل هذه النصائح والإرشادات والمواعظ الدينية كما أعودتمونا في جلسة روحانية كلها إيمان وتقرب إلى الله برك الله فيك أستاذنا الفاضل في فرص أخرى بحول الله مشاهدين الأفاضل نواصل معكم برنامج الضحى لهذا اليوم المبارك لكن بعد هذا الفصل ونعوده للإستكمال باقي الفقرات بحول الله ترجمة نانسي قنقر الحلقة الرابعة عشر قال تعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى إذا أردنا أن نبحث عن أمثلة تطبيقية لهذه المنارة القرآنية في كتاب الله فإن من أشهر الأمثلة وأظهرها تطبيق نبي الله يوسف عليه السلام لها وذلك أنه حينما احتال على أخذ أخيه بن يمين بوضع السقاية في رحل أخيه جاء إخوته يقولون كما جاء في القرآن الكريم فأجابهم يوسف عليه السلام قائلا والنقارن هذا بقول فرعون حينما قال له كهنته إنه سيولد من بني إسرائيل غلام ستكون نهاية ملكك على يده فأصدر مرسومه الظالم بقتل جميع من يولد من بني إسرائيل وهم بالآلاف وربما بعشراتها من أجل طفل واحد فقط ولكن من كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى فلا يستغرب منه هذا الأمر وفي واقعنا من الناس من سار على هدي يوسف فتراه لا يؤاخذ إلا من أخطأ أو تسبب في الخطأ ولا يوسع دائرة اللوم على من ليس له صلة بالخطأ بحجة القرابة أو الصداقة أو الزمالة ما لم يتبين خلاف ذلك وفي المقابل ففي واقع الناس من يأخذ المحسنين البريئين بذنب المسيئين فما أروع أن يتذكر الإنسان هذه المنارة القرآنية العظيمة ولا تزر وازرة وزر أخرى لا شك في أن هذا خير وأحسن تأويل وأقرب إلى العدل والقسط الذي قامت عليه السماوات والأرض وثم تفهم خاطئ لهذه المنارة القرآنية وهي أن البعض يظن أن هذه القاعدة مخالفة لما يراه من بعض العقوبات الإلهية التي تعم مجتمعا من المجتمعات أو بلدا من البلدان حينما تفش المنكرات والفواحش والمعاصي وسبب خطأ هذا الفهم أن المنكر إذا استعلن به الناس ولا يوجد من ينكره فإن هذا ذنب عظيم اشترك فيه كل من كان قادرا على الإنكار ولم ينكر سواء كان الإنكار باليد أو باللسان أو بالقلب وذلك أضعف الإيمان كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا عذر لأحد بترك إنكار القلب فإذا خل المجتمع من هذه الأصلاف الثلاثة والعياذ بالله مع قدرة أهلها عليها استحقوا العقوبة وإن وجد فيهم بعض الصالحين ونتأمن قوله تعالى في كتابه العزيز موسيقى موسيقى يقول بعض المفسرين في تفسير هزه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل هي تصيب فاعل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا لفاضل من جديد أهلا بكل أوفياء ومتتبعي قناة القرآن الكريم وبرنامج الظحى أهلا ومرحبا بكم جميعا تحية عطرة صباحية معطرة بذكر الله لكم جميعا مني ومن كل الطاقم العامل معي لنهاري اليوم ومن أساتذتنا الأفاضل دايما ينورونا بلاتو الظحى باستفسار بعلوء علمهم وإرشاداتهم وتقديم كل ما هو نافع ومفيد لكل مشاهدينا الأفاضل فأهلا ومرحبا بكم جميعا إذن نواصل معكم فقرات برنامج الظحى لنهاري اليوم بعد فصل قصير نلتقي بالأستاذ سامير لقصوري واركن لأمنكم الحديث عن المعاملات الإلكترونية ملألأت الشمس في حسنها أشعاتها مثل أبها حلا تسير وتعلو بجو السماء تبث ضياء أهلا ومرحبا بكم من جديد نرحب بكم ونرحب بالأستاذ سامير لقصوري صباحك سعيد طيب معطر بذكر الله سحايدك كل عام وأنتم بألف خير أستاذنا الفاضل سلام الله عليكم سلام الله على الإخوان المشاهدين عيدكم مبارك واتقبل الله منكم وغفر الله لنا ولكم وكل عام ونحن وإياكم أقرب إلى الله بإذن الله تعالى وعامنا وأنتم لله أقرب وكل عائلة الكريمة أيضا أستاذنا الفاضل أربي خليك أستاذنا موضوعنا لنهاري اليوم التعاملات الإلكترونية أستاذنا الفاضل في الأويناء الأخيرة ومع انتشار تكنولوجيات الحديثة وانتشار أيضا للإنترنت ظهر مصطلح التعاملات أو المعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وغيرها لتسهيل حياة على الإنسان خاصة الأشخاص الذين يعملون الأشخاص اللي معدهم شوقت لغيرها في البداية ما هو مصطلح تعاملات الإلكترونية وما فوائدها أستاذنا الفاضل جميل بعد بسم الله الرحمن الرحيم نقوله وبالله التوفيق أكيد أن الإنسان حتى يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا ينزم له أن يقضي حاجاته وحوائجه وكان لما يحب يقضي كان يدخل فيه عدة عوامل منها عامل الزمن وأيضا عامل المكان فكان مجبر أن يتنقل إلى مكان المال اقتناء أغراضه أو سد حاجاته وأيضا أن يختار الزمان المناسب حتى تكون هذه المحلات أو هذه الأماكن التي تقدم خدمة تكون في الخدمة وما تكون مغلوقة وهذا يتطلب الكثير من الوقت والجهد أيضا يتطلب كثير من الوقت ويتطلب جهد في التنقل والنقل ويتطلب أيضا التفرغ فعلا مهم جدا فالك أن الإنسان لما يكون خدام يقدر حتى أنه يغيب على الخدمة من أجل يقضي حاجاته لماذا؟ لأنه عنده آخر أسبوع راحة ومعظم المحلات ومعظم الخدمات في ذلك الأسبوع آخر الأسبوع تكون مغلوقة فيكون مضطر أما أن يغيب أو يقوم بأخد شطر من هذا كل وقت هذاك على حساب عمله فهذا كان يكلف إحراجا كبيرا الحمد لله في تطور اللي شهدنا أحنا في العولمة ظهرت ما يسمى بالتعاملات التعاملات الإلكترونية فهذه التعاملات لماذا قلنا التعاملات؟ لأنها تشمل التجارة الإلكترونية والخدمات والخدمات الإلكترونية ما الفرق بينهما؟ التجارة هي عبارة على تقديم سلعة والخدمات هي عبارة على تقديم خدمات كما اسمها نعطيها على سبيل المثال إذا إنسان حب يخلص فاتورة من فواتير الكهرباء والغاز فهي لا تعتبر تجارة وإنما تعاملات خدمة أيضا استخراج الوتائق مثلا في البلديات أو نستطيع في بعض الحالات الإنسان يسجل عبر الصفحات الرسمية أيضا التجارة فإنسان يقتني يقتني بعض المستلزمات ليحتاجها في أي وقت يشاء ولو كان في نصف الليل ولو كانت في أيام الراحة ولو كانت هذا المكان فيه زحمة فهو يكون جالس الشرط أن يتوفر له عامل وهو الأنترنت فقط من خلال حسوب أو ربما هاتف ذكي بمجرد نقرة يقضي حاجته في وقت هنا وش راح يربح يربح أولا كانوا في وقت المضى الإنسان يقضي حاجاته يتوفر قلنا عامل زمن وعمل مكان هناك أيضا عامل البحث فالإنسان تكون حاجة في باله فيقعد يبحث عليها في بعض الحالات خاصة يعني ربات البيوت يعني تبحث بالك ربما نهار كامل ما تصيبش الحاجة اللي تحوس عليها ليها ولا لوليدها فتقعد غير تحوسه بالك في كل مكان ما تصيبش فتضطر إلى تنقل إلى مكان آخر أو توفير يعني مدة أطول أو حتى يعني برنامجات يوم آخر باش تحوس أما إذا كانت تعاملات أو التجارة الإكترونية فبنقرات صغيرة تروح لمحرك البحث أولا وتكتب حاجيتها يعني بتركيز ما توده فيخرجوا لهذه الأمور يظهر يعني في ظرف تواني معدودة ثم واش تصبح تختار إلا الأسعار التي تلائمها لأن عامل الزمان غير موجود على طول الوقت مفتوحين وعامل المكان أيضا لا يهم لماذا؟ لأن هذه التجارة تقدم الاستلام حتى إلى البيت هنا نتكلم على التجارة عموميا بصفة عامة بصفة عامة في كل ربوع العالم ما يوجد أيضا في الجزائر بلد الحبيب هنا إذا تكلمنا عن الخدمات الحمد لله يعني العبد ضعيف حوالي خمس سنين وماليش نروح إلى الأكشاك جميل سواء كانت فواتير الغاز أو الكهرباء أو حتى الهواتف يعني مباشرة من المنزل أنا أذكر مرة الزوجة أربي أحفظها ورأت لي فاتورة وكنا سهراني كانت حدش ومستعليل ويخلص مدة السداد تخلص على 12 تعليل غدوة من ذلك ندخلوه في كما نقول في الأسعار الجوزافية حفوان فوشنو؟ مباشرة يعني كان عندنا المتوفر الأنترنت فاخلصتها كانت حدش ومستعليل جميل قبل له هذا يعني من ميزات الأنترنت وفويتها الحمد لله نعم نسلكنا لها إذا كنا في الأيام العادية فنسلنا غدوة من ذلك باش نروح للك المركز ولازم نغيب على العمل ولازم ننتظر طابور كبير وربما بلك وربما تكون في يوم عطلة في يوم عطلة نعم أو أيام عيد عيد فإنسان يعني يحرج وربما هذا النهار يقول لك ما كاش الريزو ما كاش شبكة فيكون هناك إحراج كبير فبمجرد يعني تعامل بالأنترنت نحن نقول للإنسان يعني كان الناس بزاف لماذا ما على بل همش نقول لهم يتوجهوا الأكشاك والشبابي كتاع الخدمات نقول لهم أنه إذا عندك بطاقة ذهبية أو بطاقة بنكية أي بنك يعني بدور ذكر العالمات فيقدر يتوجه مباشرة مباشرة الصفحة الرسمية تحهم وبعد نتكلم يعني في آخر حديث على الأمور اللي لازم يتفادها أما فيما يخص للملابس والحاجيات فالإنسان هناك يعني عدة طبيقات حاليا عندنا طبيقات رسمية مشهورة فيها يعني تعاملات ما غير ذلك ما يظهر في الفيسبوك ليست عبارة على تجارة إلكترونية وإنما هي عبارة على عروض إلكترونية لماذا؟ لأنه ما الفرق أسهرنا إذن بين التجارة الإلكترونية والعروض؟ جميل سؤال وجه الفرق أولا التجارة الإلكترونية الذي المتعامل له سجل تجاري هو تاجر أصلا ثانيا له مقر وهذا المقر معلوم وفي هذه الصفحة الخاصة به يكتب اسم المقر والتعاملات فيها يعني هناك عقود آنية يعني بمجرد أنه يقتني رح يمضي على عقد بلما يفرق يعني كان شروط الاستخدام فهو يكون محمي أيضا وأيضا يكون حتى التعاملات النقدية تكون إلكترونيا أيضا جميل ويجيب له لك البضاعة ويسلمها له إما يكون خالصا من قبل أو يخلصوا بعد السليم أما العروض يقدر أين كان سواء كان مستهلكا أو تاجرا يقوم بتصوير البضاعة قد تكون مستعملة قد تكون جديدة يقدر إنسان عادي حب عنده حواج ولا عنده هاتف ولا عنده تلفاز حتى أصحاب الحرف أستاذنا أصحاب الحرف نعم ويقوم بتصويرها يعرضها في أي موقع أو حتى شبكة التواصل الاجتماعي بكل أنواعها الخاص بالتجارة الإلكترونية ويكتب يقول عندي منتوج فلاني هو للبيع فهو قام بعرضه فقط ثم الإنسان قد يتنقل إليه كما الأمور التقليدية تجارة تقليدية قد يتنقل إليه أو حتى العارض هو اللي يجل عنده ويقوم التسليم بالمبلغ يعني نقدا هذا عبارة على العرض الإلكتروني لكن العرض ما فيش عقود ما فيش حماية لكن الأسدنا الفاضل المستحلك هل يمكن له أن يميز بين العرض والتجارة الإلكترونية نعم من خلال أو يعني الهدف الوحيد من الإنترنت أنه يشتري فقط البضعة التي تناسبه وتوفر له المال والجهد فقط أو يمكن له أن يميز بينهما ويعني من هي الأفضل تجارة أم الحرض جميل حتى نقول حتى نصنف هذه التعاملات أنها تجارة إلكترونية يجب أن تتوفر الشروط الآتية أولا أن يكون تاجرا ثانيا عليه أن يتحصل على سجل تجاري يحق له يدير تجارة إلكترونية ثالثا أن يكون له عقود يحطها في تجارة إلكترونية ويطلع عليها المستهلك والتعاملات تكون تعاملات غير مشبوهة ويكون عنده مكر في كل هذه الشهادة تعتبر تجارة إلكترونية أما غير ذلك فتكون ما نقوله تجارة فوضوية وإنما عبارة عن عروض إلكترونية أي كان يقوم بتصوير أي عرض لمنتوجه سواء كان مستعملا أو كان يعني جديدا يقوم بتصويره يحط بعض معلومات عليه لكن هو هذا اللي يبيع ما عندناش معلومات عليه هو عنده إلا اسم هذا الاسم قد يكون مستعار اسم بروفايل ورقم الهاتف يقدر يكون يخدم يقدر ما يكون ما يخدمش هو اللي يعني مليح يكون يخدمش يتواصل معاه لكن هذا الرقم هل هو تابت ربما هو هذا الرقم هذا يتغير بمجرد ما أعطاله لهذا المنتوج هذا ربما فيه عيب فيعود تواصل معاه ما يحكموش إذن أستاذنا الفاضل مواقع الإلكترونية لتكون أصحابها عنهم تجارة إلكترونية تكون أأمن من العروض الإلكترونية وهذا هو ما نجد أو هذا ما نميزه ما يميز لنا تجارة الإلكترونية من فوائد وسلبيات كثير من المستهلكين يعني يتصفحوا صفحات الأمترنت ويجدون عروض وخاصة بالنسبة للألبس أو غيرها وعندما يتقدمون بطلبيتهم يعني عندما يكون الاستلام أو التسليم العرض خاصة بالنسبة الملابس الأطفال وغيرها عندما تأتي الطلبية يكون العرض مختلف الجودة مشي نفسها السعر ربما يختلف وغيرها وهذا ربما من سلبيات العروض اللي لم نقول التجارة بصفحة عم نعم إذا كانت عروض فالمستهلك غير محمي إذا كانت عروض فالمستهلك غير محمي وهنا يقعد إلا في الضمير الذي عرض هذا المنتوج هذا أو إذا كانت عنده المستهلك اللي تقتنى عنده المعلومات دياله يقدر يقدم شكوة في حالة ما إذا لم يستجب ذلك الإنسان اللي عرض عليه أو اللي بعله هذا المنتوج أما فيما يخص التجارة الإلكترونية كما قلنا فالمواقع معلومة والمستهلك له الحق ما هو الحق؟ أولا الحق المنتوج الذي طلبه في الآجال عنده الحق أيضا التجربة عنده الحق أنه يرد المنتوج إذا لم تتوفر فيه الأمور التي سنقولها الآن أولا إذا لم تتوفر الشروط الاختيارات التي هو اختارها فمن حقه أنه يرجحها إذا شاف باللي ما عجباتوش ولو هذه الشروط هي اللي خداها وجاتوا ومن بعد بدل رأيه من حقه أنه يرجحها وبدون أي قيد وأي شرط في مدة لكن لا تتجاوز 15 يوم هذا هو الشرط يجب أن تكونوا فيه مهدى محدودة نعم مهدى محدودة وبشرط عدم إتلاف ذلك المنتوج هناك بعض المنتوجات التي لا ترد ولا تستبدل يعني قانون حطها صنفها ما هي ما هي المنتوجات وصنفها عالميا الجرائد المقرؤات الأقراص المضغوطة لأنها عبارة على منتوجات آنية نعطيك مثال إنسان يقتني جريدة ولو ما قراهاش يرجحها غدوة من ذلك في اليوم الموالي هي الجريدة هذه انتهت مدة صلاحية فهذه المنتوجات يعني لا تسترد هذه هي أما باقي المنتوجات فتسترد وعندها مدة صلاحية حتى المنتوجات الغذائية وسألنا فاضل المنتوجات الغذائية إذا كانت يعني لم تستعمل لم تستعمل وضرف وجيز وحافظت على صلاحية ديالها فترد يعني ترد أو تستبدل حاليا مع ظهور الكوفيد أنا شفت يعني متعامل تجاري خاصة مع الأزمة التي جاءتنا في قبل رمضان فيما يخص نقص ونقص الموالي نظرا لبعض الإشاعات فهناك بعض المتعاملين اللي يمارسون التجارة الإلكترونية وعندهم تطبيقات دكية فأصبحوا يقدمون هذه المنتوجات على غرار الزيت على غرار السميد يعني مباشرة وبأثمان أرخص أصدنا فاضل وبأثمان أرخص وإذا يعني تجاوز المستهلك القيمة المتحصرة عليها ألف وخمسمائر دينار فتكون يعني التسليم مجاني جميل تخيل إنسان يعني يكون في داره إنسان ويجيه يعني الأمور مجانية في أي وقت وأي زمان ومن أي مكان دوء عناء يعني الطوابير دوء عناء البحث وأيضا إنسان ميروحش يعني يغيب عن العمل هذا شيء يعني نشجعه نشجعه لكن بشرط أن يقوم ذلك المتعامل باحتكار ذلك المنتج فعلا يعني مدام لم يكن هناك احتكار فهذا يعني شيء إيجابي نشجعه على كل حال هناك منظمة حماية المستهلك وإرشاده يعني فعلنا تطبيق ذلك التطبيق اسمه تطبيق إشكي هو تطبيق دكي جميل ضمن ذلك التطبيق هناك متعاملين تجاريين يمارسون التجارة الإلكترونية هم يعني تعاملوا معنا مباشرة ولا هم يعني خانات مباشرة ذلك التطبيق يعني إنسان إذا كان عنده مشكل يدخل تطبيق دينا تطبيق إشكي ويرح مباشرة ذلك المتعامل يعني بدون أي وسيط نحن عرنا بمثابة كمراقب فقط وملاحد دون أي وسيط حمزة وصل حمزة وصل فقط فيدخل تطبيق دينا يروح يقدم هذا الشكوى دياله أو الملاحظة ويتفاعل معه مباشرة جميل في ضرف وجيز يعني تحت إمرته تحت ملاحظة منظمة حماية المستهلك جميل وهذا هو الهدف منظمة حماية المستهلك نعم حماية المستهلك الحمد لله يعني للوقاية ومن كل المضاربات والاحتكار ومن كل الغش اللي ربما قد كما نقول إحنا المستهلك قد كيفاش يقول يتحصل أكيد أكيد نعم أننا نختلف من الفرصة أنه إذا كان مستهلك بحاجة إلى ممارسة استلام أو ممارسة اقتناع الأمور إلكترونيا فعليه أن لا يتبع كثيرا الشبكة التواصل الاجتباعي تعتبر يعني غير رسمية وكيفاش يعرف أن المنتوج هذا المنتوج قد يكون فيه شبه أولا نصيبه أنه يصور لك المنتوج بصور غير متعددة يعني صورة ولا زوج المعلومات غير متوفرة السعر جد جد مغري بمقارة مع السوق يعني مستحيل تخيلي مثلا نقول إحنا مثلا جهاز كومبيوتر يحط جهاز كومبيوتر نعرف أن جهاز كومبيوتر هو ما بين ما بين حاليا من من خمسين ألف حتى مئة وعشرين أو مئة وثمانين ألف يعني اللي يقدر يعني يواكب العصران الحالية فإحنا نصيبه مثلا جهاز كومبيوتر بثمانية وعشرين ألف دينار هنا وش يقول إنسان يقول أنه هذا سعر جد مغري فمن رحش يقتنيه مباشرة يروح أولا وش يطلع على مكونات أو المعلومات ذلك الجهاز ويشوف لماذا بهذا السعر المغري ربما فيه مركبات لا تواكب العصران ربما هو مستعمل ربما فيه عطب ربما فيه خلل ربما هو فيه عطب فالإنسان يشوف أيضا يشوف هل هذا الجهاز هل باعته عنده مقر أو هل ما عنده مقر أنا حضرنا أيضا في منظمتنا شكوى قد تكون مضحكة لكن فيها عبرة إنسان اقتنى ما يسمى ب كارت مي موار كبيرة تحمل 150 جيجا تقيلة فهو لما شغلها صاب أنا تحمل يا ربي 15 جيجا فلما أفتحها صاب أن العلبة ديسك ديسك كبيرة نعم ديسك ديسك نعم صاب أن العلبة فارغة وفيها فلاش ديسك صغير وهذا كتقل فيها عبارة على بورغي بورغي هو الحكم التقل لما راح يشكي الرقم ما يمشيش ومكحت لها معلومات وحنا نسمنا كل المتعاملين أنه ما يغشوش يتقوا الله في المستهلك نعم كل المشاهدين على فاضل وما يغشوش في المنتجات اللي يعرضوها يعني هي في الأخير تجارة وتجارة هي ربح وأيضا تقرب إلى الله بها هي من مميزات ومن صالح المتعامل أنه لا يستعمل هذه السلوك لماذا؟ لأنه بعد ذلك تأثر على المبيعات وحتى على مستقيته نعم أما إذا كان بائع مجهول فهو يريد التخلص من تلك التجارة ولا يهمه ما يقال بعده لأنه حاجة الأولى ما تركش المعلومات حاجة الثانية يعني عنده بضاعة حاب يستهدف الناس اللي ما يقدروش خاش مال هي فئة المستهدفة الناس الغير ميسوري الحال فتصيبوا بمشتاقل هذا المنتوج يغروا محتد سعر يغروا نعم فيقول يا أنا نقدر بالك هذه فرصة العمر فهو يجب هذا الفخ هذا يروح يقول له أنت ما قدرش تشري هذا المنتوج أنا نوفره لك بهذا التمن فيقع في فخ الغش فيطح في هذا الغش وأغلب ما يقعون هم الكبار السن لأنه ما يتنقلوش للبرة فيقولوا أنا ما عليش نشريه قد يكون بأتمانة يعني باهدة أيضا هناك بعض المنتوجات لتكون يعني صالحة للاستهلاك وصالحة الاستعمال عفوا لكن السعر ديالها وهو التاجر ولو منحقه لكن السعر ديالها يكون جد باهض يعني قد تكون نعم أسعار حرة لكن نفضل أن المستهلك إذا شاف هذا السعر وعجبه ما يرحش مباراة شهرة ثانية ينقض على هذا المنتوج يسبر يشوف في السوق يتأنى ويختار أيضا نعم إنسان يعني يتواصل معنا شراه منتوج معين شراه بحوالي ألف وخمسمائة دينار لكن في السوق شحال يدير يدير مئتين دينار يعني ويش ربح روى يعني وكان شراه في السوق ومتوفر هو كان عليه إلا أن يستعلم فقط استعلامات أنه هذا المنتوج هذا يا منتوج ويجي يقدامه ما كاش عناء التنقل ويشريه اللهم إذا هو حب ينحي عناء التنقل فهو يعني راضي بدك السعر والتجارة حرة على كل حالة فعلا ونتمنى وإحنا يا صحة والخير والبركة لكل مشاهدين ونتمنى أيضا كل تجارنا وتعاملين أنهم ما يغشوش حتى تكون فيها تجارة والتجارة هي ربح وخسارة والتجارة الصديقة هي بها نتقرب إلى الله عز وجل إن شاء الله إذا كان عندنا وقت حبيتنا باختصار باختصار في التعاملات لكي نشجع الناس اللي يخلصوا الفواتير فالناس يتخوفوا بزيار فأنا أقول لهم ما تخوفوش عندك شرطين عندك بطاقة بنكية وعندك رقم الهاتف فلما أنت وشح تدير الصفحة الأولى لازم بشغط أنه تكون صفحة رسمية يكتب معلومات على البطاقة البنكية فقط ومع ذلك يكتب رقم الفاتورة تعالى شحال جاتوا سريعا ومع ذلك موشي يديروا في التأكيد رح يبعتولوا الرقم السري في الهاتف يعود ينقله فقط وياخدوا المبلغ المقطع وهو روسد الفاتورة برك الله فيك أستاذنا الفاضل شكرا جزينا على كل هذه الشروحات والتوضيحات التي قدمتها لنهر اليوم نتلقي بك في فرصة أخرى بحول الله مشاهدنا على فاضل نوصل معكم استكمال باقي فقرات برنامج الضحى اليه نهار اليوم لكن بعد هذا الفاصل ثم لنعود بحول الله اشتركوا في القناة تعملوا في القناة انت حส夕 they are اشتركوا في القناة 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 تكبيرات عيد الفطر المبارك تعلو مسجد الشيخ العلامة محمد بالكبير وبقلب خاشع أدى المصلون سنة العيد وهذه المرة بعيدا عن القيود التي فرضتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين كان الأمة الإسلامية تجمع بإذن السامي العالم بحلول عيد الفطر المبارك سعيد إن شاء الله ونسأل الله أن يكون عيد خير وعيد تسامه وعيد بركة إن شاء الله ربي يتقبل مننا أعمالنا نسأل الله العظيم أن يتقبل من نومكم ومن المسلمين إنما كانوا وحيتهم ووجدوا صيما وقياما وصالح الأعمال بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب نسأل الله يرفع الأجر لمؤلاء عز وجل ويجعل مؤلاء إن شاء الله يدير حجبه على البلاد والعباد إنما كانوا وحيتهم ووجدوا اللهم أنصر رئيس وأنصر كل مخلصين لهذه البلاد يا ربي أنصر رئيسنا ودير حجابك على بلدنا وعلى كل القوة الحية في البلاد وبالخصوص الجيش الوطني الشعبي وكل أسلاك الأمن الوطني أجواء جميلة ومميزة تخلق جوّاً من المرح والسعادة على وجوه المواطنين فارق سعيد علينا وعلى أمه الإسلام يا جميعان ما أخص بالذكر ناس أضرار ناس مودي وكرزاز تحياتنا الوالدة الكريمة أتمنى لكل الشعب اللزائري شعباً وحكومة عيد مبارك وسعيد وكل عام وتم بخير كل عام والأمة الإسلامية ودائماً مع أجواء العيد أجواء التأخي والتضعم أيضاً تميز بها اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك حيث احتفل المسنون المقيمون بدار المسنين ببلدية العوانة بولاية جيجل بعيد الفطر المبارك وسط أجواء مميزة طبعتها زيارة لعدد من الجمعيات وحتى المواطنين التفاصيل مع عبد الرحمن شمعوني نتابع هنا بدار المسنين بولاية جيجل استقبلنا المقيمون بفرحة كبيرة وسط أجواء عائلية في أول أيام عيد الفطر المبارك اليوم كما تلاحظون رأنا بمدار الأشخاص المسنين جئنا لنتقسم فرحة العيد مع أبائنا وأمهاتنا المقيمين تبارك الله فيهم لكل حال حلالاً نحتفل هنا في المؤسسة مؤسسة دار المسنين بظاهرة العوانة وأشكر كل التقم التداغوجي والتقني الإداري والمجتمع المدني وكذلك الجمعيات والمحسنين الذي دعم المركز وتبارك الله فيهم وحتى لنا في جوع عائلي عيد سعيد للجميع جدد العهد للأباء والأمهات أننا معهم دائماً وأننا نسخل عنهم إلى آخر رمقين في أنفسنا إن شاء الله ليبقى العيد فرصة تدخل البهجة والفرحة في نفوس المواطنين وتبرز أصالة الشعب الجزائري في التكافل والتضامن خاصة في مثلها كدام ناسبات وفي عيد الفطر المبارك تجسدت أيضاً مظاهر التكافل والتآذر والتآخية بين أفراد المجتمعية الواحد أجواء من البهجة والسرورة أضفتها زيارة أيضاً المواطنين لمصلحة طبي الأطفال بمستشفى بنيم السوس بالعاصمة مالكا درحمون زار المستشفى وعد لنا بهذا الروبرتاج براءة أطفال ممتزجة بفرحة العيد هي البسمة التي تركها كل من زار مستشفى بنيم السوس بالعاصمة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك صورة تبرز أسمى معاني التكافل بين أبناء الشعب الواحد بادرة حاسنا أن تفرحوا الولاد خاصة أن هذا المرضى كان يجي من البعيد كما احنا جايين من ورقلاء أخويا كتر خير حاسنا روحنا أنه فيه فيه دار ما نشفيه براء بنا نشوفوا أجواء العيد يعني في المستشفيات كان يبعد على أهل ديالهم ولا احنا حبينا ندخلوا الفرحة والسرور يعني إلى قلوب هذا المرضى وإحنا جينا لهنا بش نحسوهم بالليم ومش وحدهم تحايدكم كل عام انتم بخير إن شاء الله يجيب شفى للمرضى جيبنا لهم ديكاد وجيبنا لهم لقاتو يتوب باش ما يحسوش باللياهم بعد ورب يشفيهم ويشفيق المرضى كل الأطقم الطبية هنا بالمستشفى كانت مجندة لخدمة المرضى يومي العيد ضمن برنامج خاص الفيزيتور يجي ويطلوا عليهم يشوفوهم يطلعوا لهم المورال يعاونوهم نفسيا قدمنا لهم توجيهات وتسهيلات من أجل يقوموا بزيارة المرضى وهذا الحاجة شغل تعاونهم تدخل لهم البهجة والسرور وقدموا لهم هدايا نشكرهم لتبقى نفحات العيد تبعث في المجتمع روح الفرحة وللأطفال المرضى نصيب في ذلك ودائما مع أجواء الفرحة العيد ومع الأطفال من ولاية وهران الآن العيد في مستشفى الأطفال بيكانستال كان استثنائيا بفضل حرص شباب الكشافة الإسلامية ككل سنة على إطفاء جو خاص على المستشفى صفيان مقنين وتفاصيل هكذا كانت أجواء العيد الفطر صباح اليوم في مسجد القطب عبد الحميد بن باديس حيث التهاني والتغفر لكن وغير بعيد عن المسجد وفي مستشفى الأطفال بيكانستال شباب الكشافة الإسلامية أبوا إلا أن يخصصوا صبيحة أول أيام العيد لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال المرضى نقسم معهم فرحة العيد ونتقسم معهم الجو العائلي اللهم متواجدين في المستشفى وغايبين على أهلهم وضيارهم رأينا إن شاء الله هنا نحاول نعود لهم جزء قليل من هذا النقص اللي رأيهم فيه الطقم الطبي في المستشفى رفقة أعضاء الكشافة الإسلامية يسهرون على راحة الأطفال المرضى وترفيههم في هذا اليوم الاستثنائي ناشط هذا يدخل في إطار البرامج التضامنية اللي نقوم بها كل سنة تقوم بها الكشافة الإسلامية الزائلية محافظة طهران في إطار أنها تدخل فرحة تدخل فرحة على الأطفال في يوم مبارك وعيد مبارك وعلى كذلك حتى على الطقم الطبي والطقم العامل دائما نخرجوا للملاد لقدر المستطاع يبقوا في السبيتر لأنها تدخل فرحة الإسلامية ينسيط للهسبيتاليزاز كانت طواقم الطبية وشبه الطبية موجودة في 24 ساعة إلى 24 ساعة يسهروا على على صراحة المريض وكانت تنجوا جمعية دائما ملافقين المرضى والأطفال في مثل هذه المناسبات الدينية المبهجة تبرز مظاهر التضامن والتكافل والتشارك التي يواضب على تجسيدها أفراد المجتمع المدني في كل ولاية نسأل الله سبحانه وعز وجل أن ينزل وأن يرزق الشفاء العاجل لكل أبنائنا في المستشفيات خاصة في هذه المناسبة إذن دائما مع أجوائي العيد المبارك حيث تعد حديقة وتجربة بالحامة من الوجهات المفضلة للترفيه والاسترخاء للعائلات وكذا تبادلية تهاني والتبريكات بين زوار الحديقة فتحة بوعراب زارت الحديقة وعادت لنا بتالي إقبال كبير للعائلات على حديقة التجارب بالحمة للاستمتاع بجمال المكان الذي يعد متحفا طبيعيا في جو يسوده الفرح والسرور نظرنا للحديقة الحيوانات درنا تصورنا جوزنا وقتها فرحنا بزاف هنا بناسبة العيد العيد تعنا هنا وعيد مبارك الجزائريين إن شاء الله وتقبل الله من نومك جيت مع خالتي التحت وماما جينا لعبه وجينا نحوسه هنا في العيد وعيد مبارك جيت هنا جبت ميزان فان بشي حوسوا شوية في العيد بشي بدلوا شوية في العيد جينا هنا في العيد وشوفوا حيوانات ونصوروهم الزيارة لا تكتمل إلا بالتقاط صور للذكرى أتمنى لجميع الجزائريين والأمة الإسلامية عيدا مبارك العمال بتاع الحديقة هيئوا كل الظروف باتخاذ الإجراءات اللازمة من ناحية الأمنية من ناحية نظافة الحديقة كل الترحاب نوجهه الزوار الحديقة خاصة بحلول عيد الفطر كل تهانية والتبركات للجزائريين والأمة المسلمة هو العيد بأجوائه الخاصة مناسبة يعيشها الجزائريون بكل تفاصيلها الجميلة في هذا الفضاء الخلاب ومن أعظم الفضائلية والقربات بعد عيد الفطر المبارك صيام الستة أيام من شوال أو ما يعرف بأيام الصابرين التي يستحب صيامها لما فيها من ثواب وأجر عظيم امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فضائلوا هذه الأيام في هذه الورقة لإدريس عزيزي توابها يعاجل صيام الدهر صيام الستة من شوال هو امتداد لصيام شهر رمضان وفضلوا على المسلم اقتراب أكثر من الله عز وجل وأجرها عظيم كما ندقى قدام صموا متتالين وكالي صموا نهار بنهار كالي صم يومين ديركت يومين بيومين وكالي صم تلتيام تلتيام وكل واحدة لها سمق دوره تقبل الله الصيام من الجميع وشهر شوال شهر سيام هذا سيام شهر شوال يكون مباشرة مر العين إن شاء الله الاقتراء بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصيام الستة من شوال يفتح بابا من أبواب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر وفي رواية كمن صام الضهر كله وهذا دليل على أن الحسن بعشر أمثالها كصيام الدهر أنه صام السنة كلها فصيامنا لشهر رمضان 30 يوم كل يوم بعشر أيام 300 يوم إذا ازنى الستيام 60 يوم 360 يوم كان من صام الضهر كله كما قال عليه الصلاة والسلام الصوم تهديب للنفوس وتطهير للقلوب من المعاصي وفوز برضى الله سبحانه وتعالى اللهم أمين يا رب العالمين اللهم تقبل من صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين إذن المشاهدين الفضيل بهذا نصل إلى ختم فقرة أخبار الأسبوع لهذا اليوم مع الأمل لقائبكم الأسبوع المقبل بحول الله تعالى مع أخبار جديدة بإذن الله شكرا على حسن المتابعة وطيب الإصغاء سأحاعدكم مرة أخرى وعود بكم إلى بلاتو الضحى مع رزيقا سلاماني ومتابعة طيبة مع بقية أركاني البرنامج شكرا برد الله فيك سهام على هذه الجولة الجميلة التي ذهبت بنا يعني في جو من السعادة والبحجة والفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك إذن نتمنى شفاء العاجل لكل المرضى نتمنى الفرج لكل مكروب والرزق لكل محروم والعودة لكل مخترب والفرج أيضا كل من له مخترب أو بعيد يعود لأهله ووطنه في هذه الأيام المباركة بركة له فيك سهام في فرص أخرى بحول الله مشاهدين أفاضل نوصل معكم فقرات برنامج لنهار اليوم نهديكم بهذه المنسبة الطيبة واصلة إنشادية ثم نعود بعدها بحول الله يا من خلقت الورى من ظلمة العدان يا ذا البقاء والغنى والجود والكرام يا عالم الغيب يا من لا شريك له يا ذا العطاء والهدايا فارئا نسمي يا سمع اللي دعا المضطر يا أمالي يا وحيد أحد يا واهب النعم أنت العليم أنت العليم أنت العليم إباني والقضاء قدري فن وبارك وتر إني لذوى شامي فقد أمرت بأن ندعوك يا سندي وقد وعدت أجبناك بالعطاء العالمين يا من خلقت الورى من ظلمة العدان يا ذا البقاء والغنى والجود والكرام يا علم الغيب يا من لا شريك له يا ذا العطاء والنذى يا بارئا نسمي يا سر لسيري آيا مولايا ماكر ماتان والعفو في الدين والغفران لإلا ما ممي أنت العليم أنت العليم أنت العليم إلهي والقضاء قدري فمن وبارك وتر إني لذوى شامي أدعوك بإذنتي والأسمى يجمع عجاك نصفات وما في اللوح والطالم أم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير خلق الله كلهم والأهل والصحب ما غنى مطوقة أو ما حدا سأقل ركباني بالنغام أو ما حدا سأقل ركباني بالنغام مشاهدين أهلا فاضل أهلا ومرحبا بكم من جديد نرحب بكل من انتحق بنا اللحظة عبر برنامج الضحى لهذا اليوم المبارك نحن دائما في أسبوع العيد عيد الفطر المبارك فنهنى جميع مشاهدين الفاضل كل عامين وأنتم بألف خير عاده الله علينا وعليكم بالخير واليومني والمصرات وعاده علينا وعليكم أعواما مديدة وأزمنة عديدة إذن نرحب بكم جميعا ونرحب بالأستاذة سمية تيتراوي أهلا ومرحبا بك سيدتي الفضلة عيد سعيد مبارك كل عامين وأنت بألف خير أهلا وسهلا والسلام عليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم كل عام أنت بخير كل عام والقناة ومشاهدين ومتابعين إن شاء الله بكل خير وعافية وهناء ورخاء إن شاء الله شكرا لك ولكل عائلة الكريمة كل عامين وأنتم بألف خير اشتقنا لك لحضورك الطيب تنور دائما بلاتو قناة القرآن الكريم بكل ما تقدمين له تقدمين لنا من شروحات ونصائح هكذا تقدم للمشاهد الكريم جرعات إيجابية إذن نلتقي بك أستاذتي الفضلة بعد فاصل قصير ثم نعود بحمد الله تلألأت الشمس في حسنها أشعاتها مثل أبها حلا تسير وتعلو بجو السماء تبث ضياء إحنا ومرحبا بكم مشاهدين على فضل من جديد إذن موضوعنا لنقاش مع الأستاذ سمية دراوي لنهار اليوم هو نفسية المسلم بعد رمضان رمضان أستاذنا الفضلة كان شهر بأجوائه الروحانية والإيمانية كان فرصة للتخلص من كثير من الأمراض النفسية والعصبية وأيضا فرصة لترسيخ القيم والعدات الحميدة والإيجابية إذن بعد مرحلة من إعادة تأهيل وتهيئة نفسية وشحن الإيمان والتوازن النفسي والسلام النفسي يحاول بعض الاستمرار في طريق التغيير والحفاظ على الرصيد كيف ذلك سأتنا فضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين أما بعد الصدقين يا رزيقة هي فسحة إيمانية لطروى النفوس وتهدأ لأن هذا الملاذ الآمن أو الهيفيلينغ أو السلام النفسي والاستقرار النفسي والتوازن الداخلي هكذا هو رصيد لابد أن يبقى يشحن طوال هذه الفترات إلى أن يعود لنا رمضان مجددا من أجل استمرارية هذه التوازنات لأنه صراحة بعد فترة من الأجواء الاحتفالية الإيمانية في رمضان جينا حالات مباشرة بعد رمضان هي حالات الاكتئاب النفسي لأنه يقول لك مشيت بوتيرة جوه عالي من الرفاه النفسي وجوه عالي من الرفاهية النفسية والراحة والأريحية كلها ومن بعد يجي يشكي يقول لك كيف انقطع عني هذا وهذا عمر عادي في فترة الإنسان بعد جهد وتعب وتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والعبادات والإكثار يعني يكون فيه فترة من التوتر من الخوف لعدم القبور ربما من الله عز وجل عباتنا وطاعتنا وأيضا من الشعور بالخمول والكسل والتعب والإرهاق نعم أكيد هي النفس تركد وتمل تارة أخرى تبحث عن الجديد وحتى الروتين في حد ذاته هو مرض لأن الإنسان لا يمكن أن يخرج من الروتين فهو داخل في ضوائر الاكتئاب النفسي أو الفراغ النفسي لأنه لا يمكن أن يخرج من سلسلة هكذا دخلها ولم يعرف طريقة الخروج منها لأن الهدف منها هي المتعة الآن واللحظة كيف نعيش الآن وكيف نعيش اللحظة ونستثمر في هذا الراسل بدون خوف أني هناك مفهوم هو مفهوم الاسترداد أني نعاود نولي الطبايع اللي كنت فيها أني نعاود نتخلى على العبادة بعدما صلت الله عز وجل طوال شهر بأكمله كيف أحافظ على هذا الرصيد دون أن يفرغ مجددا دون أن تنقطع تلك الصلة مع الله عز وجل كلها عبارة عن مشاكل ومنشغالات لناس لابد أول شيء هنا وشيء حدث لابد أن يحدث الاستبصار الاستبصار هو الوعي الذاتي لكل فرد أنه هذا الشيء اللي وصلت له لابد أني أستمر بهذه المشاعر الإيمانية بهذه القوة النفسية بهذه الطاقة الروحية طوال سنة كاملة وبهذا النشاط الجسادي والنشاط التعبدي وكلها عبارة عن حالة ندخل فيها في روحانية عالية لتعطي للجسد شفاء وللنفس راحة وللسلوك كذلك تعويدا وتعبيدا لأنه سوف يتعبد طاعة ويزداد قربا لله عز وجل في الآخر جميل جدا أسفنا الفاضلة يعني الإنسان أو المسلم بعد شهر رمضان الفضيل يشعروا بانخفاض الوازع الديني أو الإيماني صح القول وهو أمر عادي بالنسبة لكل مسلم لكن حب ذا لو أو كيف يجب لنا أو كيف لنا أن نحافظ أو نثبت على الطاعة وكيف لمثل هذه الأجواء الروحانية تساعدنا في علاج من كثير من الأمراض النفسية أكيد صدقيني أنا من بأن الأسليب العلاجية التي تأخذها في العيادة النفسية هي أسلوب العلاج السلوك المعرفي ولكن قبل أن أتطرق إلى أسلوب العلاج السلوك المعرفي هناك أروح الأحاديث في كتاب الأربعين النووية هو إنما الأعمال بالنيات يعني النية تسبق الفعل ولما بدنا نيتنا في أفعالنا وأفكارنا في أفعالنا وتوجهاتنا ومشاعرنا الوجدانية في أفعالنا لن تتغير سلوكيتنا لهذا كان الرجوع وكانت الإنابة لله عز وجل لأنه هنا لابد كما ذكرت أنه أن تستحذر الفكرة الفكرة هي الصلة وإذا ذهب رمضان فرب رمضان حاضر حي لا يموت وإذا ذهبت الأيام المباركات فالله صاحب البركات حاضر في قلوبنا وفي أنفسنا لذا لابد أن نستشعر هذه الصلة ونستشعر النية نية القرب لهذا دائما نحن قبل أن نبدأ العلاج السلوكي نستحضر النيات نستحضرها في حياتنا في أعمالنا خالصة للوجه الله خالصة للوجه الله عز وجل هدرت على الاستبصار وهدرت على النيات فعلا الشيء الذي يربط بين النيات والاستبصار وما أريد أن أقول هو الشيء الذي يقول له الزمن كانية الزمن والمكان الأوقات المباركة والأشخاص المباركين والأماكن المباركة وكلها عبارة عن مدخلات حسية نستمد منها ذلك الطاقة ونستمد منها تلك الشحنة الإيمانية والجرعات التي نبقى نتجرعها على طوال السنة كما ذكرت الأخت سهام الست من شوال وذكرت صلة الأقارب وذكرت صلة المرضى وحتى العجزة في دار المسكنين كلها عبارة عن عادات هكذا نستحضرها في سلوكياتنا في عاداتنا وفي أيامنا حتى تصبح عادات وتصبح أياما نستذكرها على الدوام جميل جدا ربما الكثير مننا وستثنا الفاضلة يشعروا كما سبق ونذكرنا بنوع من التوتر والخوف والذجر والملل الركود وانخفاض الوزع الإيماني السبب ربما في بعض الأحيان يكون هو تغيير الروتين الخروج من روتين رمضان الجو الروحاني إلى غير ذلك وأيضا تغيير الروتين بالنسبة لأوقات النوم أوقات الأكل لما الأهل التي لا يخلو منها أي بيت خاصة الشمح ولا طاولة واحدة بعد رمضان الكل يكون منشغل وغيرها من العادات اللي ربما يتخوف منها الإنسان واللي ربما تصيبه من نوع من التوتر والقلق جميل جدا صدقيني 90% من الأوامر الربانية هي أوامر نفسية الأوامر الدينية هي أوامر نفسية يعني نفسيا سلوكيا عباديا لو كان قدرنا نتحكمه في هذه الأمور أنه الذاكرة الجسدية والذاكرة الزمانية والذاكرة المكانية والذاكرة الجمعية يعني نحن كمجتمع وكأسرة وكبيت وكل هذه المدخلات نقعد دايما نشحنها بنفس الجروعات ولو بدرجات قليلة خير الأعمال أقلها وإن دام يعني بأضعف الإيمان تبقى دوام الاستدامة هدية ستبقى على شعور الراحة وشعور المشاركة خليل المستمر خير من قطع خير من كثير من قطع أكيد هذا كلها تصب في إناء واحد هو حتى أن هناك كثير من الناس كفوا عن العادات السيئة سواء في العادات السلوكية ولا العادات الغير صحية التدخين أو غيرها وش لا بد أن يستبدل هذه العادات السلوكية بعادات إيجابية على سبيل المثال التدخين يستبدلها بالتسبيح أو كما دخلنا الاستغفار أو الهمدلة الهمدلة هي السبحة هذه اليدوية ويبقى في حالة من التوحيد والتسبيح والتهليل لأنه هذا هو عبارة عن مكان أو ملاذ آمن لاسترجاع السيلاب الله أزوجل واسترجاع النية في العلاج لشيء الذي يعاني منها شيء آخر كذلك من الحالات التي تثبت أكيد من ناحية السلوكية والمعرفية كذلك أن نحافظ على نسق اجتماعي يعني أنا كأسرة التزم طوال شهر كامل هل شهر كامل 30 يوم نحتاج غير 21 يوم من أجل كسر العادة أو اكتساب العادة السلوكية يعني ما قدرناش نكتسب عادة الأكل الجماعي ما قدرناش التلاحم الأساري والزيارات الأسارية ما قدرناش ولو أنها قضية تفكير وليست قضية تتعود ووقت نعم تعادة ووقت في نفس الوقت نحن نشد على أياد بعضنا اليوم تجي من عندك وتجي من عندك وتجي من عندك وغضوة متجي من عندك كأنه اجتهاد وجهد أيضا اجتهاد وجهد وعهد اجتماعي لأنه صلة الرحم وفضائلها ومآثيرها كثيرة وعديدة جدا ولكن نستشعرها في أجوائها ونستشعر الفرحة ما بعدها بعد ما تجيها ديك الأجواء لهذا كان استبدال كأنها احتواء لحاويات نفسية أنه رسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمرنا أنه نعمر الآنية النفسية قال أفرغ آنيتك لابد أن نتخلى على سلوكيات ثم نملأها بسلوكيات إيجابية التخلي ثم التحلي نتخلى أنه أنت ما جيتينيش ونستيني وأسعى أني أصلك وأفرحك وأدخل بهجة لقلبك لأني سبقت بذلك لأنه ستبادلينني في الآخر كطاقة الحب لهذا كانت المشاعر والأمر في العيد في حد ذاته مشاعر العيد والفرحة هي أمر بعبادة الفارحين وعبادة الداكرين وعبادة الحامدين الشاكرين المحبين لأنه صلى نستشعرها ونعيش أجواءها الإيمانية بكل حب وبكل صدق وبكل وفاء جميل جداً أستاذا ماذا عن حالة تصنع الهداية في هذا الشهر الفضيل؟ تحدثنا عن التوتر والقلق تحدثنا عن حالات الاكتئاب ما بعدها رمضان لكن ماذا عن تصنع الهداية في رمضان؟ والعودة إلى المعاصي بعده وهذا ما نقول عنه انفصام في الشخصية ونصيحة لكل شبابنا ولكل من تصنع الهداية في هذا الشهر الكريم وأيضاً يعني ربما ليتشبه بغيره من المسلم العابد الحامد الشاكر الصائم القاند يعني يتصنع لكي يكون في نفس المجموعة لكن بعد رمضان يعود إلى المعاصي والله العالم بالنيات الله عز وجل قبل كل شيء ولكن هناك شيء جميل ورائع هو أني أقول كثير من الأحيان للناس اللي عندهم ضعف ثقة هكذا نقولهم لا يوجد فرق بين أني أدعي القوة وبين أنني قوي قوي فعلا أدعي شيء هناك عدوى إيمانية هناك عدوى لربما ملائكية هكذا إن صح المصطلح ولكن الاجتهاد هو أنه لا نبخص الناس أشياءها لا ربما هو اجتهد أو أصاب أو اجتهد أو أخطأ ولكن نحن لا نحكم على الأشخاص نحن نساعد الأشخاص على الثابات نحن نساعد الأشخاص على فرصة أحسن للعيش فرصة أحسن أنه نصنع في البذرة هذه الطيبة أمل أنها تنمو وتزدهر هذه تزهر وهذه البذور ستونع وسوف نقطع فيها بعد رمضان إن شاء الله جميل حتى إن كانت فعلا هناك تصنع للهداية أتمنى أن تستمر فتصبح نية خالصة لوجه الله أكيد جميل جدا المصطلح الذي ذكرته يا رزيق لأنه ما يذكروني بمصطلح المرونة والصلابة النفسية المرونة والصلابة النفسية هو يقول لك أنه الثبات الإنفعالي لما يكون الناس تصلي وناس تعبد نروح نثبت معهم والثبات الإنفعالي سيعطيني شيء بعده هو الاستمرارية وأحسن شيء هو كذلك الاستجابة الموقفية الملائمة يلا تزور معي يجي زور معي مرضى يلا نروح في مبادرة خيرية يشاركوني ويقاسموني هذه التجربة في كثير من الأحيان نحن نظلم الأشخاص بأحكامنا نكون بعيد كل الحكم نعطي كل إنسان نعطي له فرصة ولو أني أعلم أنه يكذب أعطي له فرصة في التسامح ولو أعلم أنه يتصنع أعطي فرصة أن يكون شخصية جيدة وأحسن نسخة من نفسه ليكون ويتحصل على ذلك في الأخير وخيرنا من أحسن صنع لأنه كان هاديا ومهتدي في نفس الوقت جميل جدا وهذا هدفنا من السؤال أستاذنا الفاضلة كيف نحسن من أنفسنا بعد رمضان كيف نثبت على الطاعات والأعمال والقربات لله عز وجل حتى نضيع كل ما بينينا في هذا الشهر الفضيل ويذهب هباء المنثورة من أجمل القيم الأخلاقية الراقية في رمضان هي قيمة الترك قيمة التأجيل الرغبات قيمة أن أترك هذا من أجل هذا ولما أترك فيكون لي أمل أني أحصل على شيء أحسن منه قيمة الأمل الثانية بعدها هي قيمة أتعلمها وأقتبسها في حياتي هي بالممارسة هي قيمة الصبر لأن هذه القيمة الثلاثة حتى ونحن نريد أن نعلم أبناءنا كلمة لا لما يجيك واحد بالمخدرات وتقول له لا لما يجيك واحد يقول تعال معي إلى مكان فلاني وتقول له لا قوة الله هي في قوة تأجيل الرغبة حاجة حبها ولكن تؤجلها تتركها لله ويستبدلك الله خيرا منها من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه ويبدلك الله خيرا منه آملا وحبا وصبرا وثقة لأنه تصيب الإنسان المؤمن هو إنسان واثق إنسان متسامح إنسان عنده طاقة إيمانية هكذا تقول هذا من هو يجيب كل هذا الطاقة من عنده هذا الرصيد من عنده هذه الفصاحة من عنده هذا القرب من عنده كل هذا الحب لأن الله إذا أحب عبدا أحبه أمر أن يحبه عبادة أحبه عبادة وحبب خلقه فيه كل هذا هي عبارة عن عمالية تصفية وإعادة شحن وإعادة برمجة وإعادة معايشة لواقع جميل عشناه بقرب لله عز وجل وقرب لبعضنا وقرب من أنفسنا لأنه لما أصل إلى قمة النفس إلى صفاء النفس سأعيد أعيش فطرتها السليمة ما قدش نعيش فطرة سليمة بعد نعود ندخل أمور هكذا تحدث لذلك الانطفاء السلوكي ولكن هي عبارة عن فطرة سليمة ستستمر وسوف تدوم بإحسان المجالس أعرف من أجالس أعرف من أصاحب احتيار صاحب احتيار الصائب في الأمور كلها وهذا يذكرني بقاعدة دائما أذكركم بها هي فلترة الأفكار وفلترة المشاعر وفلترة العداد سيعطيني في الأخير قرارات صائبة وكذلك اختيارات موفقة سأختار وأقرر كما يجب أن أكون وسأكون بطبيعتي بسجيتي بتوازن النفسي الرائع وبسلتي يعني الروحية التي لها قربها وودها مع الله عز وجل وبرسولي قدوتي وحبيبي ونور عيني عليه أفضل الصلاوات وأسكا السلام ربما أيضا نصدنا الفضيلة نفس الأمر بالسوء والسوسة الشيطان لها دور كبير في الابتعاد عن طاعات بعد هذا الشهر الفضيل مما كيف أقول يحرص الإنسان أو يتطلب من الإنسان جهد كبير في الاشتهاد أيضا في التقرب إلى الله بالأعمال والطاعات والعودة ولو بشيء القليل نحرص في كثير من الأحيان بعد رمضان ووجب علينا الحرص على الاستغفار على تعود أنفسنا على الذكر وذكر الله عز وجل والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا على قراءة القرآن وعدم هجره لتحصين النفوس أكيد هكذا فرحنا لما نفضت الغبار على مصاحفنا على أركان صلواتنا صلواتنا يعني ركن مخصص للصلاة بزينة المولد وبزينة رمضان كلها نستحضرها بشواهدها وبأوقاتها جميل جدا أن يبقى ذلك الركن ودائما أن يبقى ذلك الورد ودائما تبقى تلك الأذكار هي عملية فيها اجتهاد وفيها استمرارية لأن التعويض جاءت العادات يعني العادات الدينية مربوطة بالعادات النفسية لأنه يعودنا أنه دائما لا بد من اجتهاد لا بد أن لا أثيق في نفسي من نفسي لأنه دائما أقولها فيها غرور أقولها حتى الأفكار لا تصدقي أفكارك فإنها مشي هي صادقة لا تصدقي مشاعرك لأنها لا تعطيك الإحساس السليم كلها عملية جهاد واجتهاد من أجل الأفضل ولو كان يكون عندنا مصدر صحيح ومصدر ثابت وجماعة طيبة هكذا نتعود أن نذكر الله معها ونتعود أن نسير معها إلى دروب وأماكن فيها قرب وطاعة الله كان بها يعني الإنسان ما كانش حاجة ثبته قد نفسه ولكن الجماعة والصحبة الصالحة هكذا هي دائما حتى الأبناء هم يختارون أصدقائهم ما نقول هاش بدلي صادقتك بل أصحبها إلى أماكن أضمنوا فيها هذه الصحبة الصالحة جميل دائما نفس الشيء نقيسه ذلك على أنفسنا يبقى الاجتهاد طوال السنة يبقى الاجتهاد طوال الوقت لأنه نحن ظن على كسر الروتين لأنه يزيدنا قوة في التغيير قوة في عدم قبول هذه الشخصية كما هي قوة أني لدي نقد ذاتي دائما أني أسعى للأفضل وأسعى للأحسن دائما لدي قوة الآن واللحظة التي بها يكون القرارات الصحيحة والصائبة والسليمة شكرا بارك الله فيك أستاذنا بما أنك محضرتيش معنا يوم العيد يقدمونك فرصة بتهنئة كل الأحباب والأهل والأقارب تفضلي أستاذنا الفضيلة أول تحايا العيد يعني أوجهها لكل مشاهدين ومتابعين الكرام ولو أني كنت حاضرة يوم تاني عيد مشاهدين ومتابعين الكرام وأوفياء برنامج ضح القناة أحبكم في الله حبا لا ينقطع إن شاء الله ربي قدرنا أن يكون هداة مهتدين إن شاء الله والأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني على وجه التحديد ولكل من يعرفونا ويحبونا وحبونا له صافي لوجه الله عز وجل إن شاء الله شكرا بارك الله فيك أستاذن وارتي بلاتو نلتقي بك في فرص أخرى بحول الله مشاهدين على فاضل شكرا على حسن المتابعة والإصغاء أنا بدوري أيضا أهني الفريق العامل معي الفريق رقم واحد والفريق رقم اثنين لسخروا يعني كل جهودهم وإمكانياتهم في الحضور معكم يومي طيلة أيام العيد اليوم الأول والثاني تركوا عائلاتهم وأبنائهم ليقضوا معكم أيام العيد المبارك كل عام وهم بألف خير كل عمال قناة القرآن الكريم عمال التلفزيون وكل الإعلاميين في ربوع الوطن نتمنوا لهم كل عام وهم بألف خير وخص بالذكر عمال قناة القرآن الكريم من المدير إلى أصغر عامل نهنأكم بعيد الفطر المبارك كل عام أنتم بألف خير لأنها ما تمناش الفرصة في يوم العيد أننا نهنأ كل الفريق العامل والتقني ليعمل طيلة شهر رمضان ويعمل طيلة السنة من أجل خدمتكم وأيضا أهنأ في الأخير كل عائلتي والدي الكريمين لو لا هم ما كنت هنا وزوجي الكريم وأبنائي كل عائلة سلماني ووزانا ودهليس كل عامل وأنتم بألف خير شكرا على حسن المتابعة والإصغاء في أمان الله والسلام عليكم كل الورى فمن ذابراها وأعلى سماها وبث ضياها بوقت الضحى هو الخالق